طيب انتكلم دلوقتي على حاجة اسمها ال iot يا جماعة او الانترنت of things يعني اي انترنت of things يا جماعة؟ يبقى يعني اي انترنت الاشياء زا ما بنقول اي انترنت الاشياء او الانترنت of things هي مجموعة من الديفايزز بتكون مع بعضها وبتكون مع الكلود. خلاص? which can sense and collect data from buildings, spaces, peoples and hardware. يبقى نحن نهاردة كلنا نسمح دلوقتي يقولك ايه? اصلي فيه سنسور بيقرأ درجة الحرارة مثلا. فيه سنسور بيقرأ مثلا الرطوبة. السنسور ديت يا جماعة. او ممكن ان انا استخدمها في المصانع. بقيس مثلا ضغط الزيت جوه الماكنة بتاعت يقديه. فالسنسور دي عمالة تاخد ارايات. باستخدام الانترنت وثينجز انا اقدر اخلي الديفايزز دي بتبعت الديتا بتاعتها للكلاود. بتقدر تبعت الديتا اللي هي بتقراها لـ AWS. ليه انا بحتاجة اعمل حاجة زي كده يا جماعة? تخيل لو انا قاعد في مصنع. المصنع ده في مثلا تلات اربعة تلاف مكنة. كل مكنة ليها ارايات مختلفة. ممكن المكنة بتكون بتقرأ درجة الحرارة بتاعتها. بتقرأ مثلا الاهتزاز بتاعتها. فكل مكنة ليها مجموعة من الديتا. وانا عايز مثلا اراقب كل المكن اللي موجود عندي في المصنع. فاقدر استخدم الانترنت او اقدر استخدم الاي او تي. اني اخلي كل المكن ده يقدر يبعت الديتا بتاعت الايه ل ايه 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 ا درجة الحراف فيها مشكلة او المكناة دي اللي اهتزازات بتاعتها بدأت تزيد او ضغط الزيت جواها مش كويس غالبا المكناة دي يا فيها مشكلة يا اما قرى بيحصل لها ايه مشكلة فاقدر ان انا اتابع كل الدفايزز او المكناة اللي موجود عندي دلوقتي الاي او تي كمان بيستخدموه في انهم بيرقبوا بلد كاملة خلاص يعني في تورونتو مثلا في كندا البلد كلها موجود فيها اي او تي ديفايزز بتقيس درجة النقاء بتاعت الهوى بتقيس الهيوميديتي اللي موجودة في الجو بتقيس التمبريتشر بتبعث كل الديتا ديت على ايه دابليو اس عشان يقدر يتعمل لها اناليسز بتقدر كمان تشوف العربيات اللي موجودة والشوارع اللي في البلد زحمة ولا مش زحمة كل ده بيتقاس وبيتبعد في مكان واحد عشان يقدر يتعمل له اناليسز طيب انا النهاردة السنسورز دي ارجت ديتا وبعتته لي طيب كمان عم باع غير ان انا عملت اناليسز وغير ان انا كمان شفت الديتا دي وقدرت ان انا اخد منها شوية معلومات اني كمان اقدر اخد اكشن ازاي اقدر اكت على الديتا دي والله لو درجة حرارة المكنة زادت مثلا عن متين وعشرين درجة مئوية لو سمحت اقفل المكنة ده معناها ان في مشكلة في المكنة ده معنا ان ممكن يحصل مصيبة في المكنة فبيبدأ ان هو يقفل المكنة اوتوماتي تمام والله لو ضغط الزيت جوه المكنة قل عن كزا ابعت الارم للراجل اللي شغال عليه هقول له المكنة بتاعتك بايزة او المكنة بتاعتك فيها مشكلة يبقى غير ان انا بكوليكت الديتا غير ان انا اقدر اعمل على الديتا كمان انا اقدر اخد اكشن على الديفايز بتاعتي الاي او تي ابليكيشنز بقى انا اتكون نكت and manage data from various devices ااناليز الديتا وممكن بعد كده ان انا اقدر ادخل الكلام دوت على ماشين ليرنين كمان and then communicate action back to the device to achieve intelligent business outcome. يبقى الفكرة كلها في الاي او تي ديفايز انها عبارة عن devices. الديفايز دي كلها مرتبطة مع بعضها ومرتبطة كمان مع AWS او مرتبطة مع الكلاود بروفايدر بتاعك. دي بتقدر ان هي تعمل للديتا تقدر انك انت تاناليز الديتا وتقدر تاخد كمان اكشن بناء على الديتا. طيب الامباكت بقى بتاع الاي او تي عامل ازاي? بيقولك ان اربعين مليار connected devices at the end of 2023. وبيقال ان الرقم ده تحقق في الكوارتر الاولاني من 2023. فهو كان ان الاربعين مليار دول على اخر السنة. على اخر 2023. لأ هو بيقوله ان الرقم ده تحقق فعليا في اول كوارتر بس. فانتو متخلين الديماند بقى بيعل ازاي على الاي او تي? واحد وخمسين في المية من من المصنعين بيستخدموا الاي او تي. بيقولك كمان على نهاية عشرين تلاتين. خمسة وتسعين في المية من العربيات. هتبقى متصلة مع او عندها اي او تي ديفايز. تخيل بقى انت العربية بتاعتك انت ماشي. اه الزل بتاع عربيتك بيتقاسه بتبعت لي البروفايدر بتاعك او المصنع العربيات بتاعك بيراقب عربيتك. ممكن يبقى فيه معاك جي بي اس عشان لو انت عربيتك بزت في اي حتة يعرفه انت موجود فين. ممكن السنسور بتاع البنزين. انت معاك بنزين قد ايه في عربيتك. تخيل كل دي تبقى معلومات بتتلم من عربيتك وهي ماشية. وعلى طول عمالة بتتبعت لي مكان عمال يانالايز الديتا ديت. تخيل كمان لو انت عندك اه فليت من العربيات. سي مثلا انت شركة توزيع او انت شركة بتوزع بضاعة معينة على المحلات. وعندك الاف العربيات اللي ماشية في الشوارع. فانت عايز تتمونيتر كل العربيات ديت وهي ماشية. مش بس مونيتر هي موجودة فين? كمان عايز امونيتر ان هي مش محتاجة صيانة. فممكن ان انا استخدم الاي او تي في حاجات زي كده. انفستنج ان اي او تي ترانسفورم بيزنس اوبريشن. طبعا بي تخيل انت على طول عمال تتابع الارايات اللي جاية من عربيتك او الارايات اللي جاية من المكانة اللي موجودة عندك. فانت بالتالي بتقدم احسن اداء دايما من الماشين بتاعتك او من السلوشن بتاعتك. ميك مور اه انفورمد بيزنس ديسيجنز. اه انت وجود العربيات او وجود سوري وجود الديتا عندك من سواء على العربيات اللي عندك او من المكان اللي عندك لايف موجودة عندك في وقتها اول باول هيخليك تاخد ديسيجنز احسن وهيخليك تاخد ديسيجنز افضل. طبعا كمان اقدر ان انا احط new value. والله لما درجة الحرارة تعلى عن مثلا 28 درجة مئوية لو سمحت اشغالي التكييف. اه على فكرة ده ممكن يكون ان انا حطيت new value. كمان ممكن ان انا اعمل power consumption مثلا. ان انا بقالل power consumption. ان انا مش هفتح التكييف غير لما تبقى درجة الحرارة 28. تمام? فبالتالي انا هنا ممكن اكون بوفر وقت للتشغيل التكييف بتاعي مثلا. وطبعا الحاجات ديت لما بتتعرض على customers بتزود customer experience وبتحببه في المنتج بتاعي وبتخليه يحس ان المنتج بتاعك ليه value. طب ايه السيرفسز اللي موجودة عندنا في AWS اللي بتسابورت الاي او تي? زي ما شفنا استاك ليه الماشين ليرنينج. كمان عندنا استاك ليه الاي او تي. انا مش عايز اخوفك ومش عايز اقولك قد ايه هم كتير. بس بمنتهى البساطة دول انت احنا دول اصلا الفاونديشن سيرفسز بتاعتنا. تمام? اللي هي النتورك والستوريج والكمبيوت والكلام دوت معاهم الارتيفشل انتليجنس اللي هي ممكن طبعا استخدم الاي او تي معه الماشين ليرنينج. خلي بالك فاكرين المثال اللي احنا ديناه بتاع الكاميرا. الكاميرا اللي بتصور الموظفين اللي داخلين واللي خارجين عندك. تمام? الكاميرا دي تعتبر اي او تي. هي بتبعت في الاخر الصور اللي هي بتصورها بتبعتها ليه AWS. طيب دي بقى اللي بنسميها البربوس بيلد اي او تي سيرفزز ودول كتير جدا. في حاجات مسلا عندنا زي الابريتنج سيستم اللي بيشتغل على الاي او تي ديفايز. ازاي الاي او تي دي هتتصل مع بعضها? ازاي اقدر ان انا امانج اكتر من اا اي او تي ديفايز باستخدام الاي او تي ديفايز مانجمت. جرين جراس. حد فاكر الجرين جراس لما شرحناه مع اا الارتيفشل انتليجنس. لما قلنا ان انا ممكن اخد الموديل بتاعي وارفعه على الاي او تي ديفايز بحس ان البردكشن يحصل على الديفايز مباشرة مش لازم يبعت الديتا ليه اي دابيو اس. الاي او تي كمان عندها سيرفزز خاصة بالديفايز اللي انت هتشتغل عليها. الكور طبعا الكور دوت اهم حاجة دوت اللي بيستقبل دي سيرفز اللي بتبقى موجودة جوا اي دابيو اس اللي بتستقبل الديتا من الاي او تي ديفايزز المختلفة. الفيديو ستريمز الكاميرا لما بتبعت الفيديو اللي بتسجله ال اي دابيو اس بنقدر ان احنا نستقبله على سيرفز اسمها فيديو ستريمز. اقدر اعمل اناليسز للديتا عن طريق الاي او تي اناليتيكس واقدر اخد اكشن بناء على القريات اللي بتجي لي عن طريق الاي او تي ايفانز. انا مش عايزك تعرف التفاصيل ومش عايزك تدخل جوا التفاصيل خالص طبعا دي يعني ايه اا يعني كتير جدا وهياخده منك وقت كتير. بس انا عايزك تبقى فاهم الفكرة ماشي ازاي. اه الفكرة ان انا عندي سيرفز مسؤول عن انها بتستقبل الديتا. عندي سيرفز تانية عشان امانج عادة ضخم من الاي او تي ديفايزز. عندي سيرفز تانية عشان اقدر ارفع المادلز بتاعتي بتاعتي على الاي او تي ديفايزز. طيب انا عندي كمان حاجات خاصة به الاندستري. لو حضرتك عندك اه سايت مثلا اه مصدع. طب انا اقدر استخدم الاي او تي سايت وايز على طول. انا عندي فليت من العربيات. وبمانج كل العربيات دي عايز امانجها من مكان واحد. ممكن استخدم سيرفز تانية اسمها فليت وايز. انا عايز ابني شكل المصنع بتاعي. سي انت عندك مصنع. المصنع ده في مثلا اه خمس مباني. كل مبنى فيه مثلا خمس ستة اجهزة. وعايز ترسم صورة كده يبقى قدامك صورة للمصنع مجسم. شايف كل المباني. شايف كل الايه? شايف كل اه. اه شايف كل المباني. وشايف كل المباني. وشايف بقى السنسورز اللي على المكن. فاقدر استخدم لها توين ماكر. توين ماكر دوت هو اللي بيقدر يرسم شكل ثلاثي الابعاد للمصنع بتاعك ويقول لك شكل الايه? شكل المكن موجود فين? وايه السنسورز اللي تتقري من على المكن. ففيه هنا هوات الديفايس كونكتيفتي والايتش كومبيوتينج. عندي حاجات ليها علاقة بالرسومات زي ما اقولisms زي ديجيتال توين. هو ده يا جماعة خلاص والديجيتال توين دول حاجة واحدة. خلاص هو اللي الحاجات بقى لياها دعوة بالقواليتي وحاجات ليها علاقة بالكواليتي انيس باكشن والاساسمنت مانجمنت. حاجات ليها علاقة بالسمارت هومز والفايكلز والكونكتتد فيكالز مع بعض. حاجات ليها علاقة بيه انك انت بتمانيج اكتر من عربية او حاجة لها علاقة بالانرجي فدي طبعا بتكون سولوشنز كاملة جهزة وممكن تكون من اي دابليو اس وممكن تكون من من اي دابلي اس فالنص اللي هو ده عبارة عن سيرفزز تمام تقدر انك انت تستخدمها لكن الجزء اللي فوق ده سولوشن كامل بقى من اول والاخر وكده بتاخده تركيبه عندك وتشتغل به في المصنع بتاعك على طول تاخده تركيبه وتشتغل به في الفليت بتاعك او في العربيات اللي موجودة عندك على طول انما الجزء اللي في النص ده ده سيرفزز انت فيها الامكانيات مختلفة انت شو بقى الامكانيات اللي انت عايزها واختار السيرفز اللي تفيدك فيه الشغل بتاعه طيب مين الكاستمرز اللي في اي دابليو اس اللي بيشتغلوا على الاي او تي دول كلهم شركات بتستخدم الاي او تي في اي دابليو اس فمثلا شركة ال جي ال جي يا جماعة ممكن الناس بس الناس تبقى فاكرة ان هي خاصة بالتلفزيونات وكده لأ ال جي اكبر من كده انها بتقدم سولوشنز كاملة فالجي بتستخدم الفليت وايز علشان تستاندردايز وتانالايز الفليت من الفيهكلز دايتها فهي عندها فيهكلز موجودة فبتمانيج كل الفيهكلز دايت باستخدام فليت وايز عندنا كمان بيسل بيسل دي بتقدم آآ افكار زكية او سمارت آآ فينجز يعني للبيت والاجهزة المنزلية في البيت زي مثلا المكانس والحاجات دايت فحاجات برضو ليها علاقة بالسمارت هومز والميسو روباتيكس دا بيقدموا دا بقى حاجة يمكن هتعجبكم جدا خلاص ان هو بدأوا يشتغلوا على الروباتيكس اللي بتطبخ خلاص فهم عاوزين يخلوا الروبوت من ايه تو زي هو اللي بيعمل الطبيق فهمو ميكر وبيستخدم جرين جراس من اي دابليو اس في عندنا كمان شركة اسمها الجون ديري الجون ديري دي بتركب اي او تي ديفايزز على الجرارات والاجهزة الخاصة بالزراعة على الماشينز بتاعتها عشان تحسن الصناعة بتاعتها فهي بتركب السنسورز وبتركب الكاميرات دي على الجرارات مثلا وبتخلي الناس تستخدم الجرار بتاعها بس الجرار طول ما هو شغال على مال يلم ديتا عن المكان اللي هو فيه اه الناس بتستخدم الجرار ازاي درجة حرارته طول ما هو شغال ازاي وهكزا فهم يقدروا ياخدوا الديتا دي عشان يحسنوا المنتج بتاعهم بعد كده طبعا اكيد كمان امازون دوت كوم عندنا بتستخدم الاي او تي فبتستخدم الاي او تي مع الروباتيكس اللي موجودة تعارفين يا جماعة ان فيه بعض المخازن في اه امازون دوت كوم بتشتغل روبوت روبوت يعني روبوت هو اللي بياخد الامر بتاع الاردر هو اللي بيروح يجيب الاردر بتاعك من المكان المناسب بتاعه في المخزن يعمل بتاعتك ويبعتها وكل حاجة فالموضوع بيكون كله اوتوميتد فعندنا اكثر من خمسمية وعشرين الف روبوت بيشتغلوا باستخدام الاي او تي في عندنا كمان كانت في مشكلة في اه في اي دابليو اس او سوري في امازون دوت كوم ان العربيات اللي بتيجي تحمل البضاعة العربيات دي وهي داخلة كانت بتقف في طبور عشان يقول له انت المفروض هتخش على انهي رصيف يعني عشان تحمل الديتل او تحمل البضاعة اللي معاك او تنزلها او كده فطبعا ده كان بياخد وقت طويل ان العربيات بتفضل واقفة وقت طويل لغاية لما بتعرف الدور بتاعها على الباب فباستخدام الاي او تي ديفايزز بقهم بيعرفوا العربيات اللي اللي جاية يعني او العربيات اللي الرابط على المخزن يعني وبيبدأوا يعرفوا هي المفروض تروح في اي رصيف وبيبدأوا يبعثولو ميسج على الموبايل السواء انت المفروض هتروح على الرصيف رقم كذا فبيقولك ان الفكرة دي وفرت سبعمائة خمسة وسبعين الف ساعة في السنة من وقت الانتظار بتاع السوائين كمان في عندنا امازون جو ودوة المحل اللي احنا نقدر نشتري اه منه بان غير ما بيكون عندي كاشير ما فيش كاشير عندي في المحل انا بخش بس كان بس الكريدت كارد بتاعي بيعرف انا مين باخد الحاجة من على الرف وبامشي وفي الاخر الفلوس بتتخصم من الكريدت كارد بتاعي انا من غير ما بدفع اي فلوس او من غير ما بتتعامل مع اي كاشير الرجي بشتري اللي انا عايزه وبخرج على طول طيب